بسم الله الرحمن الرحيم مقررات الجلسة السابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات العراقية بتأريخ اليوم الموافق العاشر من تموز عام 2023 توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء أولا استثمار الأموال التي خصصت لموازنة المحافظين ضمن الموازنة الثلاثية وهي فرصة لا تعوض للمحافظين من أجل استثمار الأموال بالاتجاه الصحيح ثانيا توجيه التخصيصات بالشكل الأمثل وفقا لأولويات البرنامج الحكومي وسيجري الإطلاع على خطط ورأية المحافظين في كيفية استثمار التخصيصات بالتنسيق مع وزارة التخطيط ثالثا التجديد على ضرورة أن تكون خطط استثمار التخصيصات وفقا للبرنامج الحكومي وبالأخص ما يتعلق بالجانب الخدمي الذي يخص إكمال البنى التحتية رابعا ضرورة أن لا يفتقر أي قضاء أو ناحية أو محلة للخدمات الأساسية وهي استحقاق لأبناء شعبنا الذين تحملوا المعاناة طيلة السنوات الماضية خامسا التجديد على عدم تنفيذ برامج لا ترتبط بحاجة المواطن وتعالج مشاكله حيث أن التخصيصات المالية جاءت في ضرف مهم لتصحيح مسار عمل الحكومة والوزارات بالاتجاه الذي يخدم المواطنين سادسا ضرورة تعامل المحافظين كمسؤولين تنفيذيين مع الجميع ضمن ما ستشهده المحافظات من تنافس سياسي في الانتخابات المقبلة وأهمية التعاطي مع التخصيصات واستثمارها بالشكل الذي يخدم المحافظة وأبناءها وفق رؤية علمية وليس وفق برنامج المحافظ الانتخابي في توجيه التخصيصات لهذا القضاء أو تلك الناحية وفق ولااءات أو جمهور انتخابي سابعا أكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستتابع وتراقب كل محافظ وطريقة صرفه للتخصيصات محذرا من الذين وصفهم بالمتربصين بالموازنة من أجل الاستفاد منها لأغراض شخصية أو حزبية أو نفعية مشددا على ضرورة التصدي لهم وصرف الأموال في مكانها الصحيح وقطع الطرق على ضعاف النفوس وشهدت الجلسة استعراض السادة المحافظين للمشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية في المحافظات وفق موقف الإجازات الاستثمارية لمحافظات المثنى ديالة واصط والنجف الأشرف ونينوة وموقف المشاريع العاملة على مدار 24 ساعة في اليوم لمحافظات بغداد نينوة بابل وكركوك والنجف الأشرف واستعراض نسب الإنجاز والمضيف استكمال المشاريع للمدة من تأريخ 27 تشرين الأول عام 2023 وإلى غاية 1 حزيران عام 2023 واستعراض المشاريع المتلكئة وأسباب التلكؤ لمحافظات الأنبار كركوك كربلاء المقدسة الديوانية وذيقار كما شهدت الجلسة استضافة السيد وزير الموارد المائية لمناقشة شح مياه الشرب في بعض المحافظات وكذلك شهدت استضافة السيد وزير البيئة لمناقشة المشاريع المتوقفة بسبب المحددات البيئية وجرى خلال الجلسة اتخاذ عدد من القرارات ففي مجال مكافحة المخدرات تقرر ما يلي واحد قيام المحافظات كافة بتزويد وزارة الصحة بخطة متكاملة لإنشاء مراكز علاج المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية وتحيئة الأراضي لها مع الأخذ بالاعتبار الكثافة السكانية اثنيا قيام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بتشديد الرقابة على صرف الأدوية للمؤثرات العقلية في الصيدليات وفق وصفات أصولية صادرة من عيادات الأطباء ومراقبة استخدامها غير الطبي ثالثا قيام شبكة الإعلام العراقي وبالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية بتنفيذ خطة إعلامية لتوعية المواطنين من مخاطر تعاطي المخدرات والعقوبات التي تفرض على من حاز أو اشترى أو باع أو تملك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية استنادا إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم خمسين لسنة 2017 وفي اتجاه دعم السياسات الإعلامية في المحافظات اتخذ القرار الآتي الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الإداري المرقم 28 لسنة 2023 بشأن دعم السياسات الإعلامية في المحافظات وتتولى شبكة الإعلام العراقي تنفيذها وفيما يخص قطع الأراضي السكنية لشريحتي الشهداء والسجناء السياسيين تقرر ما يأتي إحالة مهام اللجنة بموجب الأمر الإداري المرقم 736 لسنة 2023 التي تتولى وضع الحلول للمعوقات أمام تخصيص الأراضي لذوي الشهداء والسجناء السياسيين إلى اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني المرقم 22431 لسنة عام 2022 شكرا